طيب بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نكمل يا شباب مكان ما توقفنا عند التربل شوتينج بروسس ولكن قبل بس ما أبدأ في تكملة هذا الموضوع خليني بس أفرجيكم يا شباب بعض التصميمات اللي إحنا رح نتكلم فيها إن شاء الله برضو على مدار طبعا التدريب بتاعنا رح نأخذ تصاميم 3D برضو جميلة ولكن أنا مش راح أقدر أتعمق فيها كثير صراحة لأن هذه بتحتاج لخبرة يعني أنك إنت تكون خبير شغال في البرنامج رح أعرمكم على البرنامج إن شاء الله كيف تشتغلوا عليه وتطلعوا هيك ديزاين زي ما أنتم شايفينها أمامنا شايفين كيف هذا رايك 3D هذا رايك 3D شايفين كيف تطلع معنا هذا طبعا شباب لو أنا جاءت لفيتها من هذا كذا لأخذوا كيف زي ما أنتم شايفين أمامنا هاي السويتش من الخلف شايفين بهذا الشكل يعني أنا بيطلع معايا طبعا الشكل زي ما أنتم شايفينها أمامنا بالضبط منافذ السويتشات موديل السويتش بيجيب لك طبعا تصميم كلياتها بشكل منظم وهذا صراحة بيساعدك على أنك أنت صراحة كمان تكون فاهم كيف الشبكة عندك ماشية والكوابل كيف طلعت تلاحظوا معايا كيف حتى هذول الكوابل الصفر بتقدر طبعا أنك شباب تشيلهم ويعني تركب كوابل غير هذه طبعا هذا التصميم رائع يا شباب في حال أنت حبيت يعني أنك أنت تتعامل مع البرنامج اللي أنت بالدكية بالطريقة المعينة بالدكيةها ولكن هنا طبعا راح أعلمكم إن شاء الله كيف تشتغلوا فيها وتزبطوا الأمور كلياتها وتقدروا أنتوا برضو تتعاملوا مع هذه التصاميم يعني أنا هذا لو كلها يا تبدي أشيله يا شباب الآن لاحظوا كيف شفتوا كيف أنا حركت بالكامل شايفتوا أنا أنا هذا بقدر طبعا أن أتحكم فيه زي ما بدي وأتعامل معه أنا زي ما بدي زي ما تشايفين أمامنا فالتصميم 3D جميل جدا يعني هذا أحد التصميمات فيه عندنا أيضا يا شباب data center كاملة بأكملها زي ما أنتوا شايفين أمامنا هنا هذه data center كاملة بمكملة زي ما أنتوا شايفين لاحظوا معايا هذه سويتشات الكور زي ما أنتوا شايفينها أمامنا هذه سويتشات الكور لأنا عرفتكم عليها فيما سبق طبعا هذا في الديزاين إن شاء الله بعرفكم كيف طبعا تتعاملوا مع هذا التصاميم عشان طبعا تقدروا إنكوا تشتغلوا فيه شايفين سويتش الكور يا شباب كيف هذا كلها سويتش كور هذا نيكسوس تمام سبع تلاف سيريز زي ما انتم شايفينها أمامنا يعني فيه شغلات كثيرة يا شباب انتم راح تتعلموها ان شاء الله على اننا كيف تزبطوا كل هذه الامور لحظة لكلها سيرفرات وهنا سويتشات بس الكور وين موجود يا شباب الكور موجود معنا هنا شايفين وين الكور محطوط في كابينة لوحدة وكل هذه طبعا عبارة عن أي بيأسات مشغلة جهزة الكور عليها هذا لما نيجح ننصنبم طبعا راح أعرفكم طبعا كيف تتوصلوا كل هذولا انتم الكبائن مع الكور علشان طبعا تقدروا تعملوا الدكومنتيشن بتاعتكم فيه عندنا ايضا شباب خليني افرجيكم من الخلف من هنا هنا برضو هنا كابينة ثانية زي ما انتم شايفينها أمامنا شايفين يا شباب هذا الجهاز المانيجويت طبعا بيعمل المانيج على الشبكة عندي شايفين كيف حاطط هو الجهاز هنا مفتوح زي ما انتم شايفين أمامنا دقة عالية في العمل هذا بيسموه يا شباب كي في ام سويتش أنا أعطيتكم إياه إذا بتتذكروا بأول دروس طبعات البارت وان دا كريم لما شرحت لكم عن الكيفي ام سويتش نفس الحاجة هذا هو الكيفي ام سويتش هنا طبعا هذه الشاشة بتكون متصلة على كل السيرفرات اللي موجودة معنا هذا أحد يعني التصميمات اللي ان شاء الله تعالى راح نتعرف عليها في عندنا أيضا هذا التصميم يا شباب هذا أنا عملته صراحة يعني هذا أخذ معايا ملك وقت كبير لحد ما طلعته زي ما انتم شايفين أمامنا لاحظوا شايفين حتى سيرفرات الدل يعني طلعت لك إياه زي ما انتم شايفينها أمامنا حطنا بكابينة زبطنا الأمور هنا شايفين يعني هذه التصميمات كلياتها طبعا من الخلف لو ذهبنا واتطلعنا على السويتشات زي ما انتم شايفينها أمامنا الآن لو حبينا مثلا نتحكم فيه أو نلعب فيه مثلا زي هذا يعني نحط هذا مثلا لاحظوا مثلا هيا أنا أغلقت بهذا الشكل شايفيني شباب حاليني بس أرجع مع لش هنا وراح نتحكم برضو مع هذه رجح مثلا مكانها هنا شايفين هذه طبعا فتحت هنا على شاب بس أعلمكم طبعا كيف بتصير عنا العملية وكيف بتصير عنا الأمور زي ما انتم شايفينها أمامنا طبعا هذه كلهاتها يا شباب بتقدروا طبعا انكم تفككوها ما فيها أي إشكالية رأعلمكم طبعا كيف تفككوها وترجع وطبعا تركبوها علشان تعمل بتاعتك بالتفصيل الممل زي ما انتم شايفينها أمامنا هذه أحد التصميمات برضو في برضو تصميمات ثانية يا شباب زي هذا التصميم برضو يعني من الخلف هاي قدر شايفين قدر يا شباب هو أخيرا ظهر عنه نقدر هذا قدر الواكف هنا طبعا زي ما انتم شايفين أمامنا هنا عندي أنا تو يو وعندي هنا تو يو سيرفر يعني هنا احنا يعني من صنة عامل اشياء عارفكم مش شاء الله على الكبان هذه وكيف انتم تتجمعوها وتحطوها مع يعني يعني مع 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 الاجهزة طبعا هناك كي في ام كونسول في كي في ام كونسول هنا بيكون طبعا في الخلف برضو في عنا كي في ام سويتش يعني بتسمع الكس منها كي في ام كونسول او كي في ام سويتش شايفين درجة الوضوح يا شباب يعني درجة الوضوح جدا جميلة هذا ان شاء الله برضو بنعرفكم عليه لاحظوا معنا برضو الاجهزة كلياتها 3D ان شاء الله بعرفكم عليها بالتفصيل يا شباب زي ما تشايفينها هي كابينة فاضية إلى هزناء زوايا مرتفعة عن الأرض هذه صراحة كلها طبعاً بتيجي على على التصميم على الديزاين لاحظوا معنا هنا يا شباب الأجهزة كلها مفرودة بتختار طبعاً الجهاز البددقية وبعدها أنت بتصير تجمع فيها يعني هنا إن شاء الله كلها الريسورسس بزودكم فيها بإذن الله لاحظوا حتى الأجهزة من هنا برضو وهي كمان شكل من أشكال الأجهزة اللي أنتوا شايفينها بالتربل شوتيك شايفين طبعاً تشوفوا كيف مسكر هاي ما أعطيني 6500 زي ما أنتوا شايفين هاي منافذ البور عفواً منافذ الفايبر هاي منافذ البور هذا البور سبلاي طبعاً اللي تحت الشباب هنا منافذ التوستيد بير وهنا الفايبر زي ما أنتوا شايفين طبعاً هذا كل إحنا إن شاء الله نتغطي ونتعرف عليه يا شباب بالتفصيل لاحظوا معنا هنا برضو تفاصيل أخرى هذا طبعاً يا شباب الديزاين بتاع السويتشات هذا يا شباب الديزاين الثري تير طبعاً هنا الكور عندي هنا وبينزل تحت هذا برضو أحد التصميمات اللي أنتوا برضو يعني كنتوا أخذتوا معنا من قبل طبعاً في كمان كثير شغلات الشباب إحنا راح نتعرف عليها لاحظوا هاي هنا برضو ديزاين معين تقدر إنك طبعاً تتعامل معاه في كثير أمور إن شاء الله نتعرف عليها بس أنا حبيت أعطيكم نبذة عن الموضوع هذا علشان طبعاً تعرفوا كيف تصمموا وتعرفوا طبعاً كيف تتعاملوا مع الديزاينات هذه طيب كذا يا شباب إحنا منكون طبعاً نفهمنا كيف نسوي الديزاين وعرفنا البرامج اللي إحنا نشتغل عليها هذا عنده يا شباب أيس وقال بيحب إنه يسأل قبل بس ما نبدأ فيه تكملة الموضوع هذا عنده يا شباب أيس إله تمام ممتاز جداً طيب خلينا نبدأ يا شباب مع بعض نشوف طبعاً عنا كيف إحنا راح نحلل الشبكة وإن شاء الله ندخل بعديها في مواضيع أخرى طبعاً أولاً راح نقدر نختم اليوم الموضوع وكلياتها لأنه صراحة تربل شوتينج ثقيلة يعني مش بسيطة فهي أنا حبي نقسمها لجزئين جزئين اليوم وجزئين من حاضرة القادمة إن شاء الله عشان نخلصها بالكامل يعني عشان ما يكونش عنا أي ازدحامات في الموضوع هنا بيقول لي يا شباب التربل شوتينج بروسس بيعني عندي إنك أنت طبعاً تعرف عملية التربل شوتينج بيتم فأنا عندي هنا يا شباب إحنا أخذنا في السابق كيف إحنا نعمل عملية الدراسة تبعة الأوس آي الفرانس موديل فأنا عندي كنا يا شباب سبع طبقات الابليكيشن والربريزينتيشن والسيشن والترانسبورت والنتورك والداتا لينك والفيزيكل ومن ثم كنا هذا نموذج دراسي علشان إحنا نتعلم فيه ولكن في الحقيقة هو اللي بيكون شغال تي سي بي رفرانس موديل والتي سي بي إنه هو يا شباب اللي بيكون موجود معنا إحنا كنا عنا ووبرنا عن بروتوكول طبعاً نكوننا سبع طبقات يمكننا أن نربعاً النموذج هذا يتتقل من خلال الداتا الآن إحنا كنا يا شباب كل طبقة من هذه الطبقات في إلها وظيفة معينة صح؟ الآن إحنا علشان نتبع آلية عمل الطبقات هذه ونعرف إحنا في أي مشكلة موجودين لازم أنت تكون فهم الطبقات هذه بالكامل وراح الآن أعطيكم بعض الأمثلة وأنتوا تطبقوا معايا فيها على سبيل المثال الابليكيشن رح نتكلم فيها بالتفصيل الترانسبورت رح نتكلم فيها بالتفصيل الإنترنت رح نتكلم بها بالتفصيل والنتورك رح نتكلم بهذا التفصيل طيب أنا الآن يا شباب عندي سؤال لو أنا جايب بعمل www.google.com تمام على براوزر مش راضي يفتح بس لما باجي بعمل بنك في بنك بينجح البنك ولكن كبراوزر مش راضي يفتح إذن كإنترنت موجود بس كبراوزر مش راضي يفتح شو بتكون المشكلة يا شباب جميعكم اتصرعتوا في الإجابة على فكرة أحسنتي أحمد في طبقة الابليكيشن بس وين بتكون في طبقة الابليكيشن شو المشكلة اللي بتكون في طبقة الابليكيشن وخلوا بالكم في إنترنت بس ما في وصول لبراوزر لا أنا طلع أنا بديش تكلوني بشكل عشوائي أنا بدي إياكم تدرسوها دراسة بشكل بشكل تصاعدي أعطوني حل يعني برأيكم هو في طبقة الابليكيشن نعم وفي الاشتالتي بي نعم بس وين المشكلة بتكون لا 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 غير البراوزر يا أبو سامة بروتوكول اله تي تي بي واله تي تي بي اس دي ناي عبد الهادي اقتربت شوية آخ شو نفسي بس حدا يجاوبني على السؤال الفي دماغي أيوة أنا بدأت تقرب يا سلام عليكم الفايروول بتاع الويندوز يا شباب لازم نحن نشيك على مين لازم نشيك على الفايروول بتاع مين يا شباب بتاع الويندوز طب ليه أشيك على الفايروول بتاع الويندوز أنتوا صح أجبتوها صح إذن هنا المشكلة مرتبطة بأكثر من طبقة خلوا بالكم الآن زادت الأمور تعقيد المشكلة هذه مرتبطة بأكثر من طبقة البنك شغال استبعد لطبقة الفيزيكل واستبعد للداتا لينك واستبعد النتورك معاك أنت المشكلة من هنا معاك المشكلة من هنا واطلع من الترانسبورت واطلع أيوة يا نور بالضبط إذن يا شباب بروتوكول الـ HTTP والـ HTTPS لازم إحنا نشيك عليهم في مين لازم نشيك عليهم أول حاجة في طبقة الـ Application ونتبع يا شباب مين نتبع الـ TCP اللي موجود في طبقة مين في طبقة الترانسبورت يعني أنا لازم أمسك في الطبقة ذي والطبقة ذي تمام وأتبع أشوف الفايروول الفايروول الـ HTTP بيفهم مين يا شباب بيفهم عفوا الـ HTTP هو بيشتغل مع مين بيشتغل مع بروتوكول الـ TCP إذن أنا وين لازم أروح يا شباب بعد شتواني إذن أنا وين لا أروح يا شباب كنترول بنل بروع الفايروول على Advanced Settings شايفين وبشوف راح تكون عندي Inbound ولا Outbound انت رايح تتصل Outbound بالضبط بشوف عندي بشيك هنا يا شباب وبتطلع أنا بشيك هنا وبتطلع إذا في عندي بلوك موجود ولا لأه شايفين بشوف إذا في عندي بلوك ولا لأه فمن الممكن أنا يكون في عندي نيورول أعمل لإلها يا شباب بورت TCP ولا UDP أنا هنا واقف في طبقة الأبليكيشن لأن أنا بتحكم بالكنترولرز كونيكشنز تمام بكل TCP أوكي طيب أنو بورت إذا أنت حطيت لثمانين وحطيت لأربعة أربعة ثلاث يعطيك العافية إذن بلوك ذا كونيكشن إنت عامل بلوكي يا شباب إذن الحالة هذه أنا ويندا أتشيك عليها أنت الآن واقف في طبقة الأبليكيشن بس أنت فعليا لازم تروح تشيك أيضا في طبقة الترانسبورت وعشان توصل لازم تدخل أنت على الفايروون وضحت شباب الفكرة كيف صارت؟ انت فهمت لكم يا شباب؟ تماما هذه يا شباب من أهم الأمور اللي أنتوا لازم طبعا تطلعوا عليها تمام؟ هذه هي عليها علشان طبعا تقدروا تتعاملوا مع المشاكلة اللي ممكن تحصل الآن راح نجي ونشيك مرة ثانية بس إحنا بنا نطلع بشكل تسلسلية شباب مش تحزير لا بشكل تسلسلية حلينا إحنا هذه أول مشكلة الآن في عندي مثلاً مثلاً على سبيل المثال عندي أنا مشكلة مثلاً على سبيل المثال في النتورت أنا عندي البنك ما بيطلع ولكن في اتصال بيكون المشكلة وين؟ في الـ ICMP صح؟ فأنا لازم أروح ويني شباب برضو أشيك في الفايروول إذا الـ ICMP مفتوح تمام؟ فعلى النحو التالي بتبدأ أنت تطلعت بشكل تسلسلي تعالوا نشوف طبعاً عندي هنا هنا بيقول لك الـ different derby shooting لازم تبدأ يا شباب من الـ bottom up bottom up يعني من الأسفل للأعلى أنت لازم تبدأ تفحص من طبقة الفيزيكال وتطلع طلوع أنت لازم تبدأ بتشوف هل الفيزيكال عندك شغال أو مش شغال الفيزيكال اللي هو مثلاً الكابل مثلاً في انقطاع في الكابل كل هذه الأمور التنازل بتطلع عليها top down أنت بدك تبدأ من الأعلى للأسفل يعني أنت بدك تبدأ من عند الـ problem الخاص بالـ software وتنزل نزول أما إذا بدأت من الأسفل معنات أنت عندك مشكلة فيزيكالية وبتطلع فيها طلوع أما إذا كانت عندك مشكلة software يعني زي اللي احنا شفناها من شوية هذه software فإحنا طلعنا طلوع ليش؟ نزلنا نزول من الـ application لابد أن يا شباب من top to down صح؟ مش إحنا يا شباب هنا بدأنا من الـ application وظلينا ننزل نزول لو صلنا الـ transport وحلينا المشكلة الآن لو كانت المشكلة الفيزيائية بتصير تنزل بتطلع من فوق لأعلى علشان تكتشفي المشكلة هذه أهم النقاط يا جماعة لأنتم لازم تطلعوا عليها بعدها بتقدر بعدها تتفحص وتشوف عملية الـ layer 3 وبعدها بتشوف الـ path وبتشوف يعني في عندك عدة خطوات أنت لازم تتبعها علشان تقدر طبعا تتمتع في عملية الوصول لمين؟ تتمتع في عملية الوصول للمشكلة هنا بيكون لك برضو في عندك أنت guidelines طبعا for selecting لعملية triple shooting أنت لازم طبعا تعمل define لـ problem وتبعد يعني تبدأ تحدد النوع المشكلة وتعمل لإلها analyze وتعمل لإلها برضو apply تطبيق من ثم تشوف نوع هذه المشكلة هل هي software oriented ولا هي hardware cable oriented ولا هي مشكلة جديدة يعني هنا في عندك أنت تحديدات معينة أنت ناسي أنت بشي عليها ماذا عندك أنت هنا triple shooting method صح؟ هنا top down method هنا bottom up method وهنا يا شباب أنت بتقدر طبعا تمشي فيها واحدة واحدة بناءا على عملية تحليلك وفهمك لا الشبكة وكيف عندك الشبكة طبعا متماشية أيضا عندي يا شباب هنا بيقول لي عندي أنا software triple shooting tools يعني الإمكانيات بتاعت triple shooting tools يعني أنت تستخدم network management system tools يعني بعض التولز المستخدمة معاك في عملية التربل شوتينج في عندك أيضا knowledge base في عندك أيضا التولز اللي أنت نازم تستخدمها ففي عندنا إحنا كثير عمامل بيستخدموها طبعا راح أزودكم في كل هذا التولز إن شاء الله من أشهر التولز زي شباب المستخدمة معنا في protocol analyzer اللي هي عملية مين يا شباب عملية capture أنت تأخذ capture طبعا physical layer application layer يعني تجمع أنت معلومات من البكت وتبدأ برضو تستخدم مثل وارشارك وهذا الشيء طبعا بيساعدك في عملية triple shooting network performance problem بتقدر تستخدم الكباسة أو بتقدر تستخدم الware shark على حسب أنت طبعا أي برنامج ترتاح لإلى وأي برنامج بيعطيك تفاصيل أكثر الآن عملية الترابط طبعا أني شباب بتكون معنا عملية الترابط شباب بتكون معنا على النحو التالي عندي أنا أيضا الhardware triple shooting إحنا هنا بالنسبة للسوفت وير هذه السوفت وير راح أعرفكم عليه إن شاء الله بالتفصيل أما الhardware tools هذه أنت لازم تكون معاك مثلا زي cable تستار زي digital عشان تفحص يعني التردد الكهربائي تشوف عندك cable analyzer يعني يعني تفحص مثلا الكابل وتشوف الإشارة فيه تقطيع تشوف فيها اكتمال يعني هذا كلياتها أمور فيزيائية أكثر تشوف reportable بتاع network analyzer طبعاً يا شباب بتاعتها وتعمل specialized إلا إلها وتشوف عملية triple shooting switched networks and vlans وفيه عنا كثير شغلات طبعاً أنت بتقدر يا شباب تعتمد عليها بناء على نوع المشكلة المستخدمة عندك صراحة هنا المشاكل يا شباب عديدة وكل ما أنت توسعت في عملية المشاكل رح تفهم أكثر العملية في عنا syslog برضو إحنا نبالح أخذنا يا شباب هذا يعتبر طبعاً برضو من أحد التربل shooting طول باستخدام log message وتشوف طبعاً هلية عمل تفحص memory buffer تفحص syslog server تشوف vty lines طبعاً تقدر أنك تفحها وتشوفها وإحنا سبق وتكلمنا يا شباب على أن هذول الستة إشعارات اللي إحنا تعرفنا عليهم كنا لازم نكون فاهمين علشان طبعاً نقدر نفهم الأخطاء اللي بتطلع عندي بالنسبة للكonson بيعطيك ست مستويات طبعاً الdebugging علشان طبعاً نشوف هذا اما لازم تشوف وتعرف هذه وانت تخزن طبعاً معك بال cyslog سيرفر عنا أيضاً يا شباب هنا بنبدأ في الطبقة الأولى واللي هي طبقة الفيزيكال لاير تربل شوتينج هنا بيكون لك يا شباب لو كان عندك مشكلة بال الفيزيكال لاير لازم يكون عندك بعض الأمور اللي أنت لازم طبعاً تكون فهمها وعرفها بدك تعرف أول حاجة تعمل تشوف هل الإشارة متصلة لأن هذي يا شباب بتفرك معكم الإشارة اللي بتكون هنا بتفرك معكم إذا في عندك انت اتصال فيزيكال أو لا بالإضافة لذلك في عندك بطء في الكونيكتيفتي ولا لا أو فقدان في الكونيكتيفتي ولا لا في عندك مثلاً الهاي سي بيو ففي عندنا إحنا أكثر من حل إحنا بنقدر بنقدر طبعاً نطلع عليه علشان نقدر طبعاً نشوف كيف إحنا نفحص الفيزيكال لاير الفيزيكال لاير تسعيب بالمئة شباب أغلبها بتكون كوابن وأجهزة مثل الانترفيس فيزيكال الانترفيس اللي بيكون على الراوتر فيزيكال فأنت لازم تفحصها تشوف مثلاً الكابسيتي تشوف الكابسيتي لينك تشوف هل في تقطيع تشوف يعني هذه كليات وتعتبر فيزيكال لاير نفس الحاجة عندي يا شباب هنا برضو أنا أنك لازم تفحص مثلاً الـ تفحص الـ تفحص الكابلينج يعني في عندك أنت أكثر من جانب أنت لازم تطلع عليه وليس بالشكل العشوائي يعني موضوع يا شباب هنا بيحتاج منك يعني يحتاج منك يعني خبرة علشان أنت تقدر طبعاً تفحص الأمور اللي هي خاصة بطبقة الفيزيكال أنا مصنفلكم يا شباب طبقة الفيزيكال لوحدها طبقة الـ يعني طبقة الـ ممكن أنت تفحص فيها تشوف الفريمز طبعاً أنا من أين بحاول بحلل الفريمز الفريمز يا شباب تعالفين طبعاً تحليلها من خلال الـ الـ أنت بتفتح الفريمز تبدأ تحلل فيها وتفهم ها تشوف هل فيها تغييرات فيها فانك الشترتي أو كونكتيفتي معينة حصلت في أن كثير أمور طبعاً إن شاء الله منشوفها أنا سأعلمكم في لبات كثيرة إن شاء الله لنأخذها مع بعض يعني هذه كليات يا جماعة تشوف أيضاً الإنكابسوليشن إيرور يعني إذا صار في عندك في تغليف البيانات حصل حاجة في عندك آدرس مابينج إيرور يعني هذا برضو على مستوى الطبقة الثانية إنت لازل تشوف الفريمينج إيرور هذه يا شباب الفريمينج إيرور مثلاً تتعلق بال NIC فيه كرت الشاشة عفو إن كرت الشبكة والدوبليكس وفي عندك أيضاً من أصعب الأمور اللي أنت رح تشوفها وتوجهها فأنا رح أعطيكم بعض أمثلة إن شاء الله رح في لبات كثيرة رح أساوي لكم مياه في تربل الشوكينج المحاضرة الجاي رح تشوفوا كدش درجة الصعوبة رح خليكم تدوخوا لحد ما تطلعوا المشكلة بس هي بيكون أمرها بسيط بس يعني عكلك مش متعود على اكتشافها بشكل سريع يعني أيضاً أنك تتبع ممكن يحصل عندك كل هذا انت لازم يا شباب تشوفها في الطبقة الثانية هذه كلتها احتمالات وكيسز بتكون موجودة عندك في الطبقة الثانية على مستوى الطبقة الثالثة اللي هي النتورك لاير واللي هي طبقة الشبكة اللي هي النتورك فييلر يعني تتبع أنت وتشوف هل في عندك عطال في الشبكة حصل في عندك انقطاع في الشبكة من ناحية مين من ناحية أيضاً اللوجيكل والفيزيكل من ناحية الروترا من ناحية البرتكولات من ناحية جداول التوجيه لو تمتابل من ناحية أيضاً الكونفيجريشن لازم تتبعها تشوف حالة الترافك تشوف اليوزر أبليكيشن شو بيعملو تشوف الديستينيشن هل بيوصل يعني البكت لما انت بتبعتها هل بيوصل هل كلها انت عليك تتبعها راح أفهمكم إياها ان شاء الله هنا من ناحية البروبلم كيس انت بكل general network issues طبعاً انت لازم تبحث يعني تشوف هل في تغييرات في التوبوليجي غير معروفة حصلت عندك على مستوى الارياز في عندك مثلاً مصارات تغيرت في الانفرستركتر حصلت فانت هنا لازم برضو تكون على دراية فيها تعمل تشكي شباب equipment مع والconnectivity problems تعمل تشكي تشوف من الطبقة الأولى لحد ما توصل للطبقة الثالثة تتفكد الكابل تتفكد تتفكد إذا كانت المشكلة مع الISP problems ففي عندك انت كثير أمور لازم تتبعها وموضوع تربل شوتينج يا شباب مستحيل خلصلكم يا لا في يوم ولا يومين ولا ثلاثة لأنه موضوع جداً 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 واسل تتأكد يا شباب من الراوتينج تابل هل هو تمام صار فيه أي يعني صار فيه أي حصل حصل فيه أي يعني حصل فيه أي بسموها أيضاً تعديلها ممكن يكون أتاك ممكن يا شباب يكون أتاك غير في الراوتينج تابل فأنت لازم تكون عارف هذه المواضيع تتأكد أيضاً من الجيران اللي هو النيبر عندك الجيران طبعاً تتأكد هل هي عندك مشاكل أنت مع الجيران الآخرين ففي كثير شغلات هنا لازم أنتوا طبعاً تطلعوا عليها وتفهموها كويس تطلعوا برضا على التابوليج الديتابيز ففي عندنا نحن كثير عوامل يا شباب لازم أنت تتزراعهم في مخك وتكون فاهمين علشان تقدر تستمر مع هذا الموضوع طبعاً أنا الآن بعطيكم بس كيسز تعريفات بعدين إن شاء الله راح نطبق عاملة وتشوفوا العملية كيف تكون على مستوى الترانسبورت لايرتر بالشوتينج يا شباب والأكسس كنترول ليست هنا بيقول لك إنك لازم طبعاً تشوف تشوف Off Traffic Flow تتبعها تشوف هاي عوين رايحها من أي انترفيش طالعة في حال كانت عندك Access List Control تشوف المدخلات عندك حصلت إيش فيها حصل في عندك يعني حصل في عندك deny deny زي ما مبارح إننا كنا نطبق في ال Access List لازم تعمل إنت وتتأكد إن ال World Card Mask هل هو صحيح والConfiguration ما فيه أي أخطاء مثلاً يعني أنا كل شي بيعني لي أنا كل إشي يا شبابي بيعني عندي إلا شيء معين في عندك أي بورتكولات حصل فيها مثلاً مشكلة فهذه على مستوى طين الطبقة من transport layer أيضاً على مستوى transport layer من ناحية ال NAT وال IV version 4 رح يكون في عندنا هنا البوتب والDXV إن شاء الله مدخلها مع بعض في ال Windows Server في عند ال DNS والSNMP والTunneling and encryption بروتوكول كلها هذه يا شباب عبارة عن كيسز إنت لازم تتبعها عشان تفهمها أنا ما أجل أقول لكم والله يا شباب ممكن يكون في مشكلة في ال TCB إنت وإنك تروح تدور في ال TCB لازم تدور في ال Firewall لأنه ممكن يكون ال Firewall عمل لك رول وعمل علىها block لاحظوا يا شباب من ناحية طبقة ال Application اللي إحنا أخذنا فيها من البداية كنا إنت لازم تكون عارف أهمية البرتوكولات لش تكون عارف أهمية البرتوكولات لأنه إنت بهمة تكون فاهم البرتوكولات هذه الموجودة والشغالة معنا علشان تكون عارف إنت وين واقف أني طبقة وين المشكلة حصلة معاك لأنه كنت لكم أن الطبقات كلها متواصلة مع بعضها البعض يعني كلها متواصلة مع بعضها البعض فأنت لازم تكون فاهم الدنيا كيف شغالها علشان أنا أكبر فاهم يعني لما عملت Access على ويب سايت ولكيتش فيه الانترنت بس الويب مش فاتح لازم أني أتحقق إن أنا وقف في الابليكيشن وفيه ربط ما بين الابليكيشن والترانسبورت خلوا بالكم من هذه النقطة يا شباب كويس فلازم أنت طبعا تكون عارف هذه الأمور هنا راح يقول لي يا شباب بعد تربل شوتن كونيكتيفتي بيقول لك إنك أنت لازم طبعا أول حاجة تبدأ فيها من البوتوم أب يعني من ال انتو انت برضو نازم تفحصها وتشوف خطوة خطوة تبدأ بال تفحصها في عندك إذا في حصل في عندك في عندك في عندك حصل في كثير أمور أنت طبعا لازم تكتبعوها أنا متحمس أدخل لكم على اللاب هذا علشان أشوف شطرتكم فيه من بدي يطلع لنا الأخطاء الموجودة فيه هذا اللاب يا شباب فيه خطأ مش خطأ واحد عدة أخطاء تمام فأنا بدي منكم الآن تفكروا لي في هذا اللاب كيف إحنا بدنا نطلع المشكلة اللي فيه أول خطوة عندي يا شباب أنا بدي أجعمل بنك من هنا تعالوا نشوف اللاب مع بعض علشان إحنا نشوف هذا اللاب الأول طبعا في أنا عندي هذه الشبكة تمام الآن هذا بدي أخلي هذا الجهاز يعمل اتصال مع هذا الجهاز مع هذا السيرفر من ثم هذا الجهاز يعمل اتصال مع السيرفر هذا طب تعالوا نحللها واحدة واحدة أول حاجة عندي بنك 192 168 20 على واحد اللي هو هذا السيرفر نعمل لأنتر نحن نشوف شو المشكلة يا شباب أعطاني request time out مين بيعرف يا جماعة شو المشكلة أو كيف ممكن نحن نشوف شو المشكلة حصلت عندينا تعالوا نجر بررة ثانية بدناش نطلع على الشبكة البعيدة هذه خلينا نشوف من الجهاز هذا إلى السيرفر هذا لأن هذا السيرفر بنفس الشبكة يا شباب pink 192 168 10 دوت واحد أنا بدعم البنك من هذا الجهاز إلى هذا السيرفر لا عفوا 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 عشرة واحد أنا عفوا عشرة اثنين من هذا الجهاز إلى السيرفر من هذا الجهاز إلى السيرفر راحظوا أنا على نفس الشبكة بس مش راضي صلاح أنا أنا ما بديش إجابات منكم إجابات عشوائية أنا بدي منكم تطلعوا تدريجي أنا بدي منكم تطلعوا تدريجي من هذا السيرفر شغال السيرفر هذا عليه عيبي طيب خليكم معي دقيقة تطلعوا معلش أنا سويت حركة علشان أنتو ما تعرفوها خلينا نشوف الشباب الآن شو ننسوي أنا هذا عندي ما ببنيك أول خطوة عندي الخطأ أين يا شباب أنا عندي هذا الفيزيك المطفي الهو أين عندي هنا مشكلة فيزيائية الهي في تمام باجأ أنا هنا بشيك على سويتش البرت شو انترفيس فاست 0 على 2 شو حالة البورت عندي هذا يا شباب دون تمام البورت دون مطفي طيب كن في كتير انترفيس 0 على 2 no شد دون شغلت ما زال مطفي شغلت وما زال مطفي مين بدي يطلع لي ياها ما أنا شغلت أنا هين أطلعت يا شباب تعالي نشوف 2 2 2 شغال لا عفوا لا 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 عفوا احنا ما شغلنا يا شباب الـ شايفين احنا على 2 بس احنا ما اعطنا انه شغال خلنا نعيد مع للش لا والله احنا عملينا فكرة انترفيس 0 على 2 نو شغل شغال هو على يا شباب السيرفر شغال يا جماعة ما هو أنا بحط السيرفر بحط يشتغل صح ولا لا ايوة اذا نشيجي نشيك على السيرفر من هنا السيرفر شغال يا جماعة ما اعطي ايبيات ولو كنت لانا بدأ بنق على نفس شوف بس الايبي 10 اثنين request timeout حتى على نفس مش راضي يبنق شو بدا تكون المشكلة يا شباب لو رحنا على الانترفيس انا معطي الانترفيس من هنا هذه كلها يا جماعة تعتبر physical كلها تعتبر physical تمام طيب الان لو اجنا نبنق على 10 اثنين معلش بس اعطوه وقت لا يشتغل اعطاني بنق شايفين اشتغل بنق طبيعي طيب الان انا عندي هذه الشبكة يا شباب بدي الجهاز يبنق على مين يبنق على السيرفر هذا اللي هو عشرة عشرين على واحد عشرين على اثنين عفوا ما ما ببنق يا شباب شو المشكلة بها تكون تريسا اشتغل 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 شو المشكلة هنا يا شباب ما شاف القتوي اذا ما عند قتوي اذا هذا الجهاز شباب في عند مشكلة بال قتوي طيب من وين بنت ابدأ افحص عشان نشوف القتوي ممكن تكون في الراوتر ولا ممكن تكون في الجهاز اه نشوف الجهاز اذا الجهاز الشباب ناقص قتوي هاي اول حال برضو احنا حلناها عشرة على اتين اربعة وخمسين بعدها هاي اول مشكلة حلناها طيب حلنا حلنا بعدها يا شباب مش راضي يطلع للسيرفر ليه مشكلة في الراوتنج انا طلعت من هنا الراوتر نفسه طب ما هو انا لو عملت من الراوتر للراوتر الثاني عشرة 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 اثنين رحيبن قاعدة شايفين شغال الراوتر الراوتر شغال يجي مع الراوتر هذا مع الراوتر هذا شايفين بعض والراوتر هذا تتنتأكد شايفين بعض بين عشرة 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 واحد شايفة وبين داش 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 واحد شايفة واثنين شايفة لا استنوا شوين شوف اثنين شايفة برضو شو المشكلة يا ترى من البي سي للراوتر انا بشغال من البي سي للراوتر ها بين شايفة شايفة نحتاجها نحل الموضول السيرفر شايف الراوتر يعني شايفين بعض هن هنا في قصدكم هذا يعني يا شباب ان هذا غلط وين الغلط هنا ايوة هنا لازم يكون عشرين طيبا يحلينا عشرين رجعناها عشرين تعالوا نبنق مرة ثانية يعني هذا هو الغلط صحيح كذا راح يبنق مظبوط راح يبنق الآن راح يبنق الآن صح لا لا مش راح يبنق مش راح يبنق يا شباب شوفوا تعالوا حلو الموضوع الآن الراوتر شايف الراوتر عارف الراوتر يعني شوفوا بكل مين اللي بيرود علي يا شباب اللي بيرود علي هذا مين هذا بتاع الراوتر بتاعي يعني أنا بدي أوصل يا شباب بدي أوصل خلانا نعيد الرسمة أنا بدي أوصل من هذا البي سي إلى هذا السربر نفتح البي سي أنا بدي منكم يا جماعة أنا بدي منكم أنتو ترتبوا أفكاركم في العددات هم آه ما فيش حدا يا شباب كل الجواب على فكرة تعافين شو المشكلة يا شباب هنا تعافين شو المشكلة بدنا ينبنق يا سامر من هنا إلى هنا المشكلة أنه ما فيش عندي أيضا راوتنج تابل لا عندي استاتيك ولا عندي بروتوكول ولا عندي أي حاجة في المشكلة في الراوتنج يا جماعة يعني ما حداش كلف نوزا هنا يدخل يا جماعة يقول شو آي بي راوت شفتوا المشكلة أنا بدي منكم تفكروا أنا بدي منكم تطلعوا شوي شوي هي أنا شفتها كنت مشكلة بالراوتنج يا أسامر أنا شفت مشكلة بالراوتنج بس ما كنت إن خلاننا نفحص الراوتنج كتابل فأنا باستنى في تطلعوا أنا بدي إياكم يا جماعة تطلعوا step by step تطلعوا خطوة خطوة همتوا الفكرة كيف أنا دي شيئا كنت تتحذروا بس بدي أنكم تطلعوا خطوة خطوة أنا خدعتكم في عملية البنك من هنا لهنا كنت لكم في بنك من هنا لهنا ومن هنا لهنا هاي خلتكم أنتوا تطمنوا إن في عملية شغالة بين الراوتر بس بعضية لأي بمشكلة في الراوتر إن المشكلة عندي أنا ما بيعرف عملية ما بيعرف عملية الطبعا التوجيه فلهذا السبب هنا المشكلة عندي ما في عندي أرية توجيه فأنا بدي أعمل عملية توجيه عشان أقدر أوصل للجهاز هذا وضحتي شباب الفكرة أنتوا فاعمين شو اللي أنا بدي أوصل لكم العيلة يعني هنا بيقول لك أنك لازم أول حاجة أنا هنا بقول لك أول حاجة لازم تشوف الانترفيس ستيتوس بعدها تشوف الانبوت يعني أكم دروب حصلت عندك وتشوف الأوتبوت أكم دروب حصلت عندك لآن بفرجيكم عليها كيف طبعا وبعدها تشوف أكم إيرور طلع عندك الانبوت إيرور وتشوف الأوتبوت إيرور تعالوا نفحصها مع بعض معلش كأمر تيربل شوتينج نيجي هنا يا شباب من كل معلش لو سمحت أنا بدي أكتب لك الأمر اللي هو شو انترفيس جيجا شو كاتب بعدها أنا أوكي شو شو انترفيس زيرو على زيرو لاحظوا ما أكم أكم بكت يا شباب طلعها عندي أنا أربعطعشر وحدة إيموت تمام هذا الحجم طبعا مش حاصل عندي أي أو أي إيرور بس طلع عندي أربعطعشر جاي من عندي يعني إيموت أربعطعشر وأوتبوت أربعطعشر شايفين التفاصيل اللي طلعت من خمس دقائق وضحت الشباب انفهمت الفكرة هنا يا جماعة فقال تربل شوتنج عندنا صراحة من أهم الأمور اللي أنتو بتكون تعرفوها كويس يعني فيه أمور جدا 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 أوقات بتصعبها عليك لأن هذا الأمر اللي إحنا كنا لازم نستخدم يا شباب معنا اللي هو شو آي بي راوت وتدخل أنت تتفحص أول إش جنرال تشوف عملية الـ راوتنج تابل الكونتينت ولو لو حصل عندك إنه عندك استاتيك أو EIGRB أو USBF أو PGP لازم تحدد تحدد واحد من هذول أنت عشان تعمل الفوكس على هذا يعني بدك تفوكس الموضوع على الراوتر نفسه على البروتوكول اللي أنت شغال فيه عشان تقدر تتوصل لحل المشكلة اللي أنت وقعت فيها والله يا شباب الأمور حدا يا شباب بظل عنده أي أسئلة أنا كذا بكون أنا اليوم ختمت لكم هذه المواضيع كلهاتها بظل علينا يا شباب المحاضرة الجاية إن شاء الله اللي هي الـ و وهذه الأمور إن شاء الله هي مش كثيرة كبيرة مش كبيرة كثير طبعا ولكن يعني راح إن شاء الله يكون فيها لبات عملية برضو لل-FTB و-TFTB وكيف نحن نعمل upgrade وهذه الأمور كيف نعمل backup لهذه الأمور نحب أخذها لوحدها وجهزي لكم اللابات وبيظلش علينا إن شاء الله كذا إحنا منكون يعني يا شباب ختمناها بالكامل يعني نحاول إن شاء الله المحاضرة الجاية ندمج الـ الـ اللي ظلت هذه وندخل في الـ على طول تمام يعني المحاضرة الجاية إن شاء الله منخلص الـ وندخل في الـ ويرلس بظل علينا محاضرتين للـ automation والـ network design يعني خلال الأسبوع القادم إن شاء الله في الكثير ونكون خدمنا CCNA بالكامل تمام يا شباب ويعطيكم العافية جميعا وكذا إن شاء الله إحنا منكون ختمنا لليوم عشان بكرة بإذن عشان الأسبوع الجاية إن شاء الله يعني نبدأ في الختامة نهاية بتاعتنا جاهزون لحالكم بس للأمس إلى الويندو السيرفر علشان رح تشوفوا الويل جوا وأعطيكم العافية جميعا يا شباب ولا تنسونا طبعا الله يعطيكم العافية